أهلاً وسهلاً بكم مجدداً اليوم نتحدث عن شركاتنا نتحدث عن شركة أورنج هذه المؤسسة التي بالنسبة لنا وأنا مقتنعة بأن الكثير من أفراد المجتمع الأردني هم يحسون بشكل ملموس أثر أورنج على المجتمع واليوم رح نخصص حديثنا عن اليوم العالمي للشباب وبهذه المناسبة نتحدث عن الشباب عن دور أورنج في دعم الشباب نحن نعاني من نسبة عالية من البطالة فما دور هذه المؤسسات وبالتحديد اليوم حديثنا عن شركة أورنج في دعم الشباب تمكين الشباب لكي يواكبوا كل هذا التطور والتسارع في العالم الرقمي في العالم سنتحدث بهذا الموضوع مع المهندس سيرنا الدبابني المدير التنفيذي أو المديرة التنفيذية لازم على طول لأن المديرة التنفيذية لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة لأورنج الأردن أهلاً وسهلاً فيك أهلاً صباح الخير فؤاد صباح الخير كمان للمشاهدين أهلاً وسهلاً رانا صباح الخير وبنحكي من أيام العالم طبعاً توقف عند اليوم العالمي للشباب أورنج عندها جهود كتير كبيرة في دعم الشباب أورنج مش والله فقط شركة اتصالات بل اليوم عمالة تشتبك في المجتمع واشتباك مباشر مع فئة الشباب واليوم بسألك عن تطور دور الشباب تقدم عمل الشباب في المجتمع إن كان حتى لو اجتماعي اقتصادي خصوصاً في ظل التطور اللي بتسموه التطور الرقمي تطور العالم الرقمي عمالكم تخلقوا فرص عمالكم حتى بتغيروا في طريق التفكير الشباب الكلاسيكية واللي بحكيه أنا شفته وعشته وصورنا وفي كل مناسبة عمالنا من قدمه في حلوية دنيا نسمع من حضرتك بدي أبلش بجملة بدي كل شاب وصبية عم بيسمعونا اليوم وأهليهم طبعاً كون التغيير اللي بتحب تشوفه بالعالم اللي هي هاي المقولة لغاندي اليوم إحنا منطالب بالتغيير ومنحكي إنه بدنا نغير ومنلوم ومنحط مسؤوليات عناس اليوم بدي هاي الرسالة توصل لكل الشباب والصبايا إنه التغيير بيبلش من عندهم بالضبط زي ما حكيته اليوم العالمي للشباب كان مناسبة كتير مهمة إلنا بشركة أورنج لأنه الشباب اليوم هم المحط الاهتمام الكبير إحنا منعرف إن كان بالأردن أو بالعالم بالعالم 57% أقل من 30 سنة فبالتالي اللي رح يقود التغيير في المستقبل هم عنصر الشباب والصبايا وإحنا منسميه المجتمع الفتي هلأ بالعالم كمان اللي كمان زاد على موضوع احتفال اليوم العالمي بالشباب إنه السنة هو عن المسارات الرقمية للتنمية المستدامة فإحنا جمعنا ثلاثة عوامل أول إشي الشباب وطبعاً لما نحكي الشباب الشابات والشباب ومنغطي كل شي الأشخاص ذوي الإعاقة وطبعاً المرأة في هذا المجال والنقطة الثانية اللي هي موضوع التحول الرقمي وقد ما بدنا نحاول نقاوم هذا أمر واقع وهذا التغيير اللي بدنا نعيشه وبدنا نتأقلم عليه والشغل التالي هي التنمية المستدامة إحنا منعرف فيه 17 هدف للتنمية المستدامة من الأمم المتحدة اللي هي المفروض بتخلص بالـ 2030 فعلينا مسؤولية جميعاً إنه نعرف كيف نمشي بخطة ثابتة عشان نعمل هذا التغيير منرجع منحكي موضوع التغيير الرقمي هو الأساسي في ريسيرتش صراحة لفت نظر مبارح أكتر عشر وظائف رح تكون مطلوبة ورح تجيب رواتب أعلى كلياتها معتمدة على العالم الرقمي وبترفي هلأ برضو يعني طلابنا الخرجين التوجيه الآن مقبلين على الجامعة فاختيار التخصصات برضو قديش مهم وهذا يجب أن يكون كمان بالتشبيك مع شركات مثل شركة أورنج الشركات المختصة بهذا المجال إنه يكون فيه تشبيك معهم لحتى برضو نأهل طلابنا وهذا اللي أورنج عم تشتغل عليه تأهيل الطلاب لحتى يكونوا جاهزين لحتى يدخلوا على سوق العمل فهي واحدة من أهداف أورنج زي ما احنا عرفنا وهي كمان واحدة من الأهداف العالمية اللي بيشتغل عليها العالم أن يتم تمكين الطلاب وتطويرهم طيب إذن أنا بتوقع في عندنا فيديو ممكن نعرضه ولكن اسمحي لي أسألك برضو هذا السؤال يعني هذه الأهمية المتزايدة لدور الشباب كيف أورنج بتشتغل على أرض الواقع يعني خلينا نكون واقعيين وصراحة زي ما حكى فؤاد أنا إذا من نكون بعيدين عن عملنا إحنا منلتقي أحيانا بشباب منشوفهم إنهم مؤهلين ومدربين نسألهم أنا لأكتر من مرة ألتقيت من شاب وشاب يقالولي من أورنج أنا أتدرب بأورنج أخدت دورة والآن أنا حصلت على وظيفة ممتازة فكيف عم تشتغلوا إنكم يتمكنوهم يتدعموهم بهذه الأدوات الرقمية طبعا الإشي اللي كتير حلو إنه حلوة يا دنيا وقناة رؤية كانوا عايشين بكل البرامج اللي مبنأت بناءا على رؤية واضحة إنه يتم تمكين الشباب إحنا ما منقلل بالدور الأكاديمي ودائما حكيناها بس دائما لما يتخرجوا وعن بيكون فيه إمكانيات معينة ومؤهلات معينة وسكلز معينة إنه ناقصة عشان يقدروا يلتحقوا بسوق العمل فبالتالي إحنا قدمنا مجموعة من البرامج بلشت ببرامج مراكز المجتمعية الرقمية نبلش نعرف إيش العالم الرقمي كيف إحنا وجهة نظرنا لأنه إحنا رائدين في موضوع التحول الرقمي يشوفوا إيش فيه مشاريع عم نعرف على الذقاء الاصطناعي عم نعرف على إنترنت الأشياء عم نعرف على كل هدول البوز ويردز خلينا نسميهم اللي هلأ موجودة بالعالم وكيف بيتطبقوا أصلا على العالم الواقعي وكيف منقدر نعكسهم على الأشياء اللي درسوها فهي بالمراكز المجتمعية الرقمية وفي عنا مراكز مجتمعية رقمية للمرأة برضو منعطيها شوي دفعة بتعليم الرقمي اللي بيهتم بيكمل ببرنامج أكاديمية البرمجة اللي هون عم ندخل على اللغة المستقبل طبعا لغات البرمجة مدروسة اللي هي مطلوبة من السوق مثل جابا سكريبت، اتش تي ام ايل، سي اس اس كل اللغات بتنحط بناء على إيش السوق بطلو ويب ديزاين، تطوير مواقع إلكترونية ويسموها فرونت أند وباك أند وبيمرؤوا ببرنامج لسبعة شهر اللي بيحب يكمل مش وظيفة طبعا 85% بتعينوا بس يخلصوا البرنامج دغري اللي بيحب يكمل يعمل شركته في عنا مسارعات أعمال وحاضينات أعمال واللي بديو يعمل بروتوتيب نموذج أولي في عنا فابريكيشن لابس طبعا كل هذا كمان بنجمع بالآخر بيأطلقنا كمان مركز ملتقة ابتكار لنغير كل وجهة النظر عن موضوع كيف منقدر نبلش بالابتكار وكيف ممكن يعطي فرص أكتر للشباب في عنا فيديو فيه أرقام وإن شاء الله بتستمتعوا فيه عن كل هاي الرحلة نعرض في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بالشباب في الثاني عشر من آب من كل عام نفخر في أورنج بأننا ننفذ سلسلة من البرامج تحت مضلة مراكز أورنج الرقمية أو دي سي التي تمكنهم وتعزز فرصهم الاقتصادية وتحقق الشمول الرقمي أكاديمية البرمجة تعزز مهارات الشباب في مجال لغات برمجة من خلال مخيمات تدريبية عالية المستوى أكثر من ستمائة وسبعين خريجة وخريج أكثر من ثمانين بالمئة التحق بسوق العمل بالإضافة إلى أكاديمية عبر الفضاء الإلكتروني في علم البيانات مدرسة البرمجة تنمي مهارات الطلاب في مجال لغات البرمجة من خلال برامج التدريب العملي وورش العمل الستوديو الرقمي تمكين الشباب من تطوير محتوى رقمي متميز إنتاج وتقديم الدعم لأكثر من أربعمائة مشروع مراكز أورنج المجتمعية الرقمية تسهم في تحقيق رؤية الشمول الرقمي من خلال سلسلة من البرامج والدورات التدريبية عبر ستة وعشرين موقعاً في مختلف محافظات المملكة مختبر التصنيع الرقمي تطلق العنان لإبداعات الشباب الرقمية تطوير وبناء مائة واثمي عشر نموذجاً أولياً أكثر من ألف مشاركة ومشاركة برنامج بيج باي أورنج يقدم الدعم التسويقي واللوجستي والتشبيك للرياديين ليحولوا أفكارهم إلى واقع دعم وتسريع نمو خمس وخمسين شركة ناشئة على مدى عشر مواسم حاضنات ومسرعات الأعمال خمس حاضنات وثلاث مسرعات أعمال في ست محافظات تخريج مائة واثني عشر شركة ناشئة ملتقى للابتكار مساحة لتحفيز الابتكار لدى الشباب وتوظيف الأدوات الرقمية بصورة إبداعية إطلاق خمسة عشر برنامجاً يحفز الابتكار إقامة عشرين فعالية تقنية خمسة مختبرات رقمية حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي تدعم المشاريع والشركات الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي تخريج إثني عشر شركة ناشئة أورنج كورسات تقديم دورات تدريبية مجانية إلكترونياً أكثر من ثلاثة عشر ألفاً مشاركةً ومشاركة يستفيد من برامجنا أكثر من اثنين وعشرين ألف مشاركةً ومشارك يساهمون كل يوم في تحويل معارفهم وخبراتهم وطموحاتهم إلى إسهامات ملموسة لمجتمعاتهم المحلية والوطن كل عام وشبابنا أكثر إبداعاً وأكثر إسهاماً وأكثر عطاءاً وأكثر تألقاً رانا ضمن اللي شفنا أنا بتذكر القرية اللي انتو عاملينها في العقبة احنا شفنا واختبرنا وسمعنا من الشباب وحكيتي شغلة في جوابك أو المقدمة للسؤال الأول حكيتي مع احترامك للتعليم الأكاديمي كل الطلاب يتعلموا أكاديميا في الجامعة وممكن تطبيق ولكن التطبيق ممكن يكون خجول نوعاً ما اليوم انتو عم تعطوا مساحة أكبر للشباب أنهم يطبقوا مش بس يطبقوا يطبقوا ويشتغل فوراً ويأسس شركة وغيره نكمل معاك الكلام هي هاي جزء من تغيير الثقافة عم نحاول نغير الثقافة بأكتر من طريقة أول شيء موضوع أنه أنا تخرجت بدي أكون مسلح حالي بالمؤهلات اللازمة للالتحاق بسوق العمل اليوم عم نتخرج لما يكون بقول لك طب أنا خريجة جديد ما حد بياخدني بس لما أنا توصلني سيرة ذاتية عليها أنا خلال فترة ما أنا وعم بدرس أنا دربت بهذا المكان دربت بهذا المكان هذا كتير بيساهم بأنه يزيد فرص الالتحاق بالعمل وهذا اللي عم نحاول نعمله بهاي البرامج البرامج موجودة الدور والباقي عنا على الشباب والصبايا لا يعني أنك أنت توقف إيش ما أخد شهادات ظلك مكمل ظلك عم تدرس وظلك اختنم أي فرصة أني أنا بدأ أطور مهاراتي عشان أطلع بسيرتي الذاتية بالآخر أي شركة تقدر تاخدني وتغيير الثقافة كمان أنه أنا بقدر أشتغل عمل حر واليوم العمل الحر بعد الكورونا كتير صار ماشي يعني اللي مش قادر يتحرك عشان ترانسبورتيشن أو صبايا الشاطرين حتى بالكودينج وعندهم مثلا أولادهم بالبيت اليوم في الفريلانسينج والجيغلانسينج بلاتفوم مثلا عم بتوفر فرصة عمل بس برضو أجيم بدنا نوفر المهارات اللازمة لهذا الموضوع فإحنا كل اللي منحكي تغيير ثقافة أنا ما بستنى الشوال يجيني أنا اللي لازم ألحق الشوال وأختنم فرص زي هاي وهذا هو إحنا دورنا كأورنج إنه إحنا عم منوفر المنصة بس الدور الرئيسي هو على الشباب والصبايا اللي بعمان وبالمحافظات يعني هلأ منشوف مع بعض في عنا خريطة كاملة إحنا مش موجودين بس بعمان إحنا وزعنا كل البرامج على جميع المحافظات حتى يكون في فرصة متكافئة لكل شباب والصبايا اللي بدهم يلتحقوا بهذول البرامج القريات أورنج هاي الخريطة موجودة وكل أنواع البرامج هلأ في عمنا بمحافظات رئيسية اللي هي قراءة أورنج الرقمية اللي هي متجمعة فيها كل البرامج مع بعض يعني عنا كتير أمثلة دائماً بحب أحكيها وفخورة كتير فيها مثلاً كان عنا شب الكودينج أكاديمي خلص البرمجة طلع قرار ريعمل شركته الخاصة فراح على حاضنة الدكاء الاصطناعي وطلع من الحاضنة كمان للمسرعة وكمل وكبر الشركة وعين من الشباب والصبايا اللي عم بدرسوا بالأفواج اللي بعدهم من أكاديمية البرمجة وقدروا يعملوا البروتوتيب من مختبر التصنيع الرقمي يعيني كامل متكامل آه يعني برضه في سلايد ثانية هي رحلة متكاملة كلياتها نعم منشوف كل البرامج مع بعض كيف بقدر أبلش كيف بقدر أكمل تخريج مع احترامنا إن كان خلصنا توجيهة أو كلية أو جامعة لا يعني إنه بدنا نوقف بدنا نكمل رسالتنا هاي واضحة اليوم في عنا كتير برامج كلها يعني مصممة بعناية حتى توائم أول إشي الأعمار بتوائم زي ما حكينا المرأة والشباب والأشخاص دويل إعاقة عنا كتير برامج بهذا المجال وبتلائم إيش التخصصات يعني أنا مش ضروري أكون دارسي آي تي بالجامعة إذا أنا أبدأ ألتحق بهاي البرامج بس هذا كتير مهم لازم يكون عندي الفهم للعالمين الأساسيات إيش ما تكون متخصص وإيش اللي درسته بالجامعة من ناحية آي تي وعفكرة يعني أنا بشوف بهذا أنه أنتو عم تشتغلوا على تقصير الطريق يعني طريق هاي الخبرة اللي عم بيكتسبها الشخص من خلال المراكز اللي موجودة بالمحافظات أو بالعاصمة عمان عم بتقصروا عليه الطريق إنه هو ياخد يمكن وقت ليدخل شركة ويقدس نوات عشان يكتسب هاي الخبرة هاي موجودة بمراكز عم بتقدمها أرنج لكل اللي حابب إنه يتعلم يكتسب الخبرة ما بدي أحكيها الأكاديمية هي هي أكاديمية ولكنها أيضا تطبيقية بالمراكز اللي عم بتقدموها ودائما إحنا منتساءل منقول إيش المشكلة بالمحافظات؟ ليش بالمحافظات عم بيعانوا من البطالة بشكل عالي؟ في عنا مشكلة بالمواصلات وجدنا إنه في عنا مشكلة بالمواصلات بينما الآن أرنج عم تيجي عم تقولكم هاي مراكزنا موجودة عندكم حكيتي نقطة كتير مهمة رنى بإنه أنت الآن تقدر تشتغل من منزلك قديش فيه ناصر يشتغل من منزلهم مش معناها إنه تكون الوظيفة أقل الوظيفة عم بتكون ممتازة وإنت قاعد ببيتك الصبية الشاب مش قادر إنه يوصل على مكان عمله مش متوفر إلى الملاصلات المناسبة فهذه كلها هذا هو العالم هيك رأي كرس موجودة عشان هيك إحنا منرجع من أكد دائما أنا على أكتر من مجلس بالجامعات دائما التوصية تدريب عملي تدريب عملي لأنه كتير زي ما حكينا بيأثر المسافة أو بيكون عن جد يعني في عنا نسبة كبيرة من الخريجين فعليا ما كانوا ملاقين فرصة عمل وفجأة اكتشفنا جد مواهب حلوة من هاي الأسماء مصعب صراحة كتير فخورين فيه وبرضه سوينا فيديو خلينا نشوف رحلته معنا مرحبا اسمي مصعب غنام وأنا من سكان محافظة الزرقاء تخرجت من أكاديمية أورانج الموجودة في محافظة إربت قبل سنة ونصف اهتمامي بالتكنولوجيا كان سبب التحاقي بالأكاديمية اللي تعلمت من خلالها مهارات البرمجة وتطوير البرامج وأصبحت مبرمج فلستاك على الرغم من أنه خلفية الأكاديمية ما إلها أي علاقة بالتكنولوجيا التدريب العملي لمدة شهر كان واحد من متطلبات التدريب والتخرج خلال فترة التدريب حصلت على عرض وظيفي في واحدة من أهم الشركات في الأردن ألا وهي موضوع مهارات البرمجة مكنتني من تطوير مشروعي اللي بركز على ربط الأطباء النفسيين بالمرضى عبر الفضاء الافتراضي اللحظة اللي دخلت فيها أكاديمية البرمجة من أورانج كانت اللحظة اللي دخلت من خلالها بوابة المستقبل كل اللي حكينا وشفناه بشكل أو بآخر استفز كثيرين بالمعنى الإيجابي إن كان حتى من الأهالي ومن الشباب وبيضل السؤال اللي هو الخلاصة كيف اليوم كشاب عجبني ما تعرضت إله وسمعت إني بدي أتقدم وأشترك وأبدأ 100% بأي برنامج من البرامج المطروحة كل البرامج موجودة هلأ رح أذكر في عنا صفحة خصصنا صفحة معينة لبرامج أورانج المجتمعية عشان تكون كتير فيها تركيز اسمها ODC Jordan أعتقد كمان شوي بطلع QI كود بنعمل إسكان إله يا إما للرابط على الإنستجرام أو على الفيسبوك هاي الـ QI كود موجودة الـ QI كود موجودة للصفحة على الفيسبوك وعلى الإنستجرام ODC Jordan بهذه الصفحة سوينا تركيز أكتر على كل البرامج اليوم مباشرة موجود وفتح التسجيل لأكاديميات البرمجة بإربد والزرقة والعقبة والبلقة موجود لـ 10-10 إيش الشروط يكونوا من 18 لـ 30 سنة يقدر يلتزموا سبعة شهر اللي هو ستة شهر تدريب والشهر التدريب العملي إنجليزي بسيط وفيه امتحان كتير بسيط بعمله وأهم إشي إحنا بالآخر بالمقابلات مندور على الشغف والالتزام هذا بالنسبة لأكاديمية البرمجة برضو كمان أكمن يوم بفتح المخيم التدريبي للذكاء الاصطناعي اللي هو التدريب رح يبلش بيكون منتصف شهر أيلول تقريبا وهذا شوي بده متخصص أكتر إنه خرجين الهندسة وذكاء الاصطناعي هدول البرامج اللي كتير إقراب اللي برضو فيه أشياء كتير قريبة لازم يضلوا المتابعين متابعين للصفحة فيه عنا فعالية كتير كبيرة ومسابقة كتير كبيرة بالأسبوع العالمي للرياضة والابتكار هاي رح يكون فيها كتير فرص طبعا إحنا عادة آخر تشرين الأول أو تشرين الثاني بيحتفل كل العالم بالابتكار والرياضة رح يكون عنا كتير فعليات وهلا شوي بدنا نحكي على المحافظات بنص أيلول رح يفتح مختبر التصنيع الرقمي التسجيل المسابقة بالعقبة برضو رح يتلاقوه موجودين موجود على الصفحة والتصنيع الرقمي الأخضر اللي هو الـ Green Fabrication برضو رح يفتح بعمان وإربد والكرك والعقبة بتشرين الثاني تقريبا وبرضو يضلوا متابعين دائما أورنج كورسات اللي حكينا عنه اللي هو مهارات الرقمية والحياتية دائما موجود ومراكز أورنج الرقمية مفتوح دائما على طول السنة التسجيل وبيضلوا يطلع فيه تذكير إنه كيف بقدر يسجلوا مع أورنج كورسات وزي ما حكيتي رنا يعني أي معلومة هي متوفرة أونلاين صفحات أورنج إنستجرام فيسبوك على السوشال ميديا على موقعكم كل شيء أكيد بيكوننا متوفر وانتي عم تحكي يعني عندي شغاف نفسي أدخل على بيت كل عائلة الآن عم بيخططوا هم أولادهم إيش بدوا يكون مستقبلهم يعني أرجوكم أرجوكم ما نظلنا قاعدين متقاعسين ببيوتنا ونقول بنا نستنى تيجينا الفرصة الفرصة ما رح تيجي لحد الآن أمام نحن الآن أمام عالم مفتوح المنافسة كبيرة جدا بين الجميع اللي ما بسعى وبيحمل ابنه وإذا ابنه ما كان في عنده هذه الدافعية يحمله وروحوا على المراكز اللي موجودة بكل مكان يعني أينما كان اللون البرتقالي صار موجود بكل شوارع الأردن وفعلا أنا مش مجاملة ومش عشان أورنج يعني رعا للبرنامج ولكن هذه فرصة ذهبية للجميع الآن كتير طلاب مرحلة انتقالية مرحلة مصرية بحياتهم روحوا على المراكز اطلعوا افهموا اعرفوا تساءلوا وبالنهاية هذه يعني خلينا نقول إضافة لحياة هذا الطالب عشان يختار شو هو مستقبله هو منسميهم إحنا الجملة اللي بحبها أبطال التغيير اللي أخذ هذا القرار واللي في منهم غلبونا في محافظات معينة إنه لا وأنا متردد أو مترددة وبالفعل واكبوا التدريب واشتركوا وأبدعوا يعني طلع الطاقات عندهم همة نفسهم يمكن مش عارفين إنها موجودة فعن منسميهم أبطال التغيير أنا بالآخر زي ما حكينا إحنا إحنا بس منعطي المنصة اللي بتقدر وإنتوا تستفيدوا من هكا شباب بس الدور والباقي عليكم فكمان يكون فينا موذج اللي هو الرول موديلز اللي عم بتخرجوا اليوم زي مصحب زي غيره في عنا كتير أسماء صراحة وقصص نجاحات همة اللي بقدروا يلهموا أصدقائهم إنه خلينا نغير الطريقة خلينا نغير الطريقة النمطية إنه أنا بدي أستنى وظيفة وبس أقدم إنه أنا بدي أسعى لكل الفرص ومن السعي للفرص اليوم عشان يضلوا متابعين في عنا مسابقة اللي بعمل فولو للصفحة اللي هي الأوديسي جويدا زي ما حكينا على إنستجرام والفيسبوك في عنا أربعة تابلتس تنتين للي بعمل فولو على الإنستجرام وتنتين على الفيسبوك نشجعهم إنه يضلهم الماكبين كل شيء ويختموا الفرصة ورح يكون فيه سحبين بعدين عشان المسابقة تعرفي رانا أنا أسمحيلي أشارك بتجربة متل مثال مصعب قابلة شخص كان عبقري عندكم في البرمجة كان يتعلم في الجامعة برمجة والتحق في دورات أنا متذكر أجل فصول دراسة لأنه وجد نفسه بيشتغل أكتر أصبح مدرب عندكم يدرب أجيال أصغر خلص جامعة سافر على السعودية اشتغل أخذ خبرة رجع عندكم مدرب وصار يشبك يعني يأخذ من اللابس الموجودة عندكم مشتركين ويبعث للسعودية هاي السايكل كلها هلأ إحنا التدريب المهني هذا أنا قابلته يعني مش هذا قابلته صار يعتبر هلأ الدجيتال والكودينج هو جزء من التدريب المهني اللي هو لسه عندنا ثقافة إنه لأ وأنا ما منقلل أكيد بموضوع شهادات الجامعية طبعا وعبل ما يتغير هاي الثقافة أكيد رح يأخذ وقت شتير كبير بس بنفس الوقت إحنا عندنا كان طالب توجيهي بدع وتعيم بشركة يعني اسم كتير كبير طبعا كان صعب لأنه في قوانين أنه لازم يكون في خرج جامعة أخذوا له استثناء من المكتب الرئيسي تبعهم واشتغل معهم هلأ إحنا ما أغان إذا ثقافة موجودة وأكيد منحترمها جدا بس برضو بقدر أطلع أنا عن الأشياء الطبيعية اللي إحنا متعودين عليها وبقدر إذا أنا بتميز الكل بيدور علي بعدين أنا بس بدي أختم بصراحة لقينا هاي الجملة لجلالة الملك عبد الله الثاني كتير حسينا إنها بتواكب اللي عم نحكيه يبهرني الشباب الأردني بطاقاتهم وأحلامهم الطموحة فمنهم المبرمجون والمبتكرون والرياديون وقادة الغد إن الاستثمار في مواهبهم التي لا تعرف الحدود هو استثمار في المستقبل في مستقبل مشرق لمنطقتنا وعالمنا وإن شاء الله نقدر نضل إن شاء الله جهودكم مباركة رأنا ممنونين كل الشكر لكل جهود أورنجي اللي عمالة بتكون وفي بداية حديثنا حكينا إنه أنتو عم تشتبكوا فعلاً مع المجتمع الموضوع مش بس حلول اتصال بل فرص بل تشارك ولما بنقول دايماً معاك يعني دايماً معاك وفي كمان شغلة أنا أحب أحكي وأبداً بكل سعادة لأنه ما يذكرت إنه أورنج هم رعاة البرنامج ولكم أن تقدروا بشكل مباشر أو حتى غير مباشر بنسمع منكم إنه في عمل نوعي في حلوية دنيا في ضيوف نوعيين في تقارير نوعية في طرح نوعي بنشكركم على هذا الكلام الإيجابي اللي مر في كل سنين عمر حلوية دنيا ولكن وراه واحد من كبار الداعمين أورنج فبالتالي أنتو بتمكنونا بطريقة أو بأخرى أن نستمر وأن نبقى جهودكم مباركة وإن شاء الله إلى الأمام شكرا شكرا لكم على جهودكم شكرا 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 صباحكم فلكي شكرا 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 شكرا